الكشف عن موعد صرف العلوات الخمسة والدفعة التانية لأصحاب المعاشات أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد موعد صرف العلوات الخمسة 2020 الدفعة التانية لأصحاب المعاشات تنفيذا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بصرف العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات عن السنوات من 2006 حتى 2015 قامت الدكتورة نيفين القباج بوضع خطة للصرف حتى تتم على أربع دفعة تم صرف الدفعة الأولى في أول يوليو الماضي 2020 وجاري الآن الاستعداد لصرف الدفعة التانية المقررة صرفها في أول أكتوبر القادم 2020 أما عن موعد صرف العلوات الخمسة فأعلنت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج إنه سوف يتم صرف العلوات الخمسة المتاخرة لأصحاب المعاشات من 2006 حتى 2015 على أربع دفعات على أن يتم صرف أول دفعة في يوليو الماضي 2020 والدفعة الثانية في أكتوبر 2020 والثالثة في يناير 21 والربعة والأخيرة في إبريل 24 وبذلك يكون قد تم استكمال صرف كل العلوات الخمسة المتاخرة ومنذ صرف الدفعة الأولى وبدء المستحقين عن السؤال عن متى موعد صرف الدفعة الثانية من خلال هذه الفيديو نوضح تلك التساؤلات كيفية التعرف على موعد صرف الدفعة الثانية للعلوات الخمسة حضرتك تخش على الموقع وزارة التضامن الاجتماعي وتضغط على خدمات العلوات الخمسة واستعلام وزور الصفحة الخاصة بالمعاشات والذي تضم الإجابة على كل تساؤلاتك الجدير بالذكر أن مقر أو أنه بعد عدة أيام من بداية شهر أكتوبر سوف يتم صرف الدفعة الثانية من العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات من مكاتب البريد أو من خلال مكينات الصرف الآلي المتواجدة في الشوارع إذا عجبك الفيديو عزيز المتابع من فضلك كن بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد